نتيجة النهاردة مش حلوة. طبعا مش حلوة. صح مش حلوة. ليه مش حلوة? عشانا كنا متوقعين افضل من كده ولما شفنا دريمزي كمان حاسي ان هو منافس ضعيف جدا للزمالة. اه اتفق معاك طبعا منافس ضعيف. فرقة انا شايف اللي عندهم عشوائية كبيرة في الملعب. اه اه يعني انا شايف حتى معندهمش حد مميز يعني قبل الماتش شفنا التقارير ويقولك فيه. يعني ياخد خمسة من عشر. عشر خمسة من عشر. بالزبط كده. اه. ده هم اللي هو في نص الملعب القصير دلوقتي عشر سنة ده اللي بيقوله شويت. وطرف بس هو ايه هي دي فقط. لكن هم فرقة عشوائية. بالدافع. اه حتى الهجمات المرتدة بتاعتهم مش يعني فيه اكتر من فرصة. هي السناء واحدة بس اللي الراجل قطم من عند انضاي وعمالها بالعرض دي. ممكن الفرصة الوحيدة اللي تعتبر حقيقية اللي هو حمزة المسلوسية ان شاء الله. لكن غير كده هم عندهم مشاكل كتير جدا في الملعب. عندهم مساحات في خط دهرهم. ما عندهمش تنظيم. اه. فده اللي زعلني اللي انت النهاردة اه. مباراة صحلة جدا. تخلص لها تربعة مرتاح. تخلص لها تربعة مرتاح. اه. بالاضافة اللي كان فيه سوق توفيق طبعا. طبعا. الحاجة التانية اه. الراجل كان مجبر على تشكيل. صحية. اللي انت عندك النهاردة لعبة كتير مش موجودة. زيزو عمر جابر وفاتتوها. زيزو عمر وفاتتوها. غير اللي مش مشاركة دي. لكن انت برضو في نفس الوقت اثناء المباراة. طالما ما بدأت بتشكيل ده. وفي عندي مش عايز اقول صغرات عندي دفوهات بعض الدفوهات. لازم تغييرات على طول في ساعتها من جوة الملحب. يعني انا بتكلم معاك قبل الهواء. انت النهاردة الناس كلها بتتكلم على نضاي النهاردة الشوت التاني من احد احد نجوب الشوت التاني. اللي الراجل اشتغل زي ما اللي اشتغل من ناحي الشمال والراجل بيشتغل كروسات وعمل 3-4 كروسات كويسين جدا نجوان نجوان. طب انا الشوت الاول ان داي اللي كان شغال الى حد ما. والزناري ما فيش عوة راجل مدافع اصلا سرد باك. انت بتستغله باك رايت اما يبقى مثلا الزمالك كاسبان عايز تدافع عايز توقف. ايه بقى قدامه زيزو. قدامه زيزو. فانت زيزي زيزو اشتغل هجومي باك ارضيها. لكن انا النهاردة ناحية اللي مين انت هردى اصلا اصلا اللي بيميزه الفترة الاخيرة اللي جميز بيشتغل على الاستحواز وبيشتغل من على الجناب على طول. صح. طب انت النهاردة ولا الباك شمال. اصلا باك شمال. ولا الباكي مين هو باكي مين. طيب بس ان داي عنده لا يبكور. عايز بيروح وبتاقه وبيعمل. لكن أنت الزناري ما عندوش أدوار هجومية. طيب أنا أنا أعمل إيه؟ أعمل الشوت الثاني. ده مش الشوت الأولاني. لازم أنا وأنا بره بقى أقرأ القصة دي. خلاص طالما ما الزناري يبقى أنا أشتغل من ناحية الشمال زي ما اشتغلت من الشوت الثاني اشتغلت على طول. فعادي يبقى عندك كسافة من ناحية الشمال. الحاجة الثانية. طب أنا النهاردة الزناري مش شغل. ايه المشكلة النهاردة اللي من جوه الملعب أروح جاب الزناري سيردباك واجاب حمزة المسلوسي اللي هو أصلا باكرايت يشتغل ما ديه ظروف ماتش. ايوه. اه حمزة بشغل كويس قوي بقى له فترة طويلة كسيردباك والناس كلها بتشت بيه. لكن أنا زرق العيز أكسب برضو. يعني أنا النهاردة ما عنديش ما عنديش حل ناحية المين. والراجل الزناري أصلا سيردباك. طب ايه المشكلة من جوه الملعب أعمل التبديلة أحط ده وأشتغل المسلوس اللي هو ما كانه ويقدر يعمل كروسات. براش. طب انت عندك سيد نمار تقدر تشتغل بايه باكيني. اللي برضو عندي. ويسيب حمزة المسلوس زي ما هو صدر باك عادي. وخلي بالك برضو. انت النهاردة أنا بقول لك الحاجات التغيرات دي. اه لو بلعب فرقة جامدة وبتاع اه يبقى في حظر ما ينفعش يبقى الباكين طايلين. ولكن انت النهاردة يعني انا بقول لك كان ناقص عواد كمان يتير في نص مرة. ايوة سهلا فرقة سهلا.